ماشي نروح لي منتخب مصر وفي حيرة كبيرة في الجهاز الفني المنتخب مصر الاول بشأن حرصة المرمى في المعسكر اللي جاي في شهر اكتوبر اللي هيتخلله الدياتي زنبيا والجزاري اوماية 12 و 16 اكتوبر باذن الله في الامارات الاتجاه داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر هو استبعاد محمد صبحي حارس مرمى الزمالك بعد تراجع مستواه الفني خلال المباريات الاخيرة جهاز الفني لمنتخب مصر بيتابع اكتر من حارس فيه الدوري لضمه بدلا من الصبحي جهاز الفني ايضا بيدور على حارس ثالث بخلاف محمد ابو جبل اللي كمان هو الاخر تراجع مستواه معنا ديه والمصر ازمة شكرا امبرح لما قلت وبعض الناس شفتها في الكومنس بعد ما خلصت الحلقة زعوا لما قلت ان الشناوي بعيد 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 عن اكرم منافسي في مصر محمد الشناوي مش بس عشان مهاراته وامكانياته لا علشان الرصيد اللي عنده من الخبرات مع منتخب مصر ومع النادي الاهل هو اكثر حارس في الكرة المصرية عنده نسبة ثابات في المستوى لفترات طويلة هتقول لي يعني ايه هقول لك كل الناس بتغلط كل الحراس بيغلطوا بما فيهم محمد الشناوي بس اخطاقه مش قريبة مش كثيرة محمد الشناوي الباقيين كلهم يلعب مطش حلو ومطشين مش حلوين ويخش فيها كور غريبة جدا وهكذا يرجع تاني مطش حلو ده مش حارس منتخب ما يطمنش منتخب مصر ورغم كده حتى لو محمد الشناوي فرق عن اقرب منفسيه بس الباقيين كويسي احنا عندنا في مصر حراس فعلا كويسين وانا بقى لو لاي ان اختار مع منتخب مصر انا اول مرة اقول حياة زي كده او احط اسم العيب يعني بس اتمنى ان الجهاز الفني لمنتخب مصر يبص على الزنفولي الزنفولي حارس الداخلية عمل مباراتين ولا اروع ولا اروع في بداية الدورة وعنده ردة فعل مش طبعية طبعا مدارب حراس المرمى بتاع المنتخب بيبص على تفاصيل اخرى غير لانا اشوف مثلا كان عنده رد فعل رائع جدا ممكن يبص بقى قدرته على التلوع في العرضيات شخصيته ببص على حاجات تانية بس انا هتصرف ان انا لو شفت الزنفولي في قائمة منتخب مصر اللي جاية هتبقى مفاجأة سعيدة جدا وتحسست انه كمان الناس بصت على كل اللي حصل في الدورة الكام يوم اللي فاتوا في الاسبوعين اللي فاتوا اشتركوا في القناة